السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن الدعم الاجتماعي المباشر بخصوص واحدة النقطة اللي كي سوى لها الأسار يعني اللي يلقاوا في طلاب مرفض بمعنى ما استفدوش من الدعم الاجتماعي المباشر شونه يخصكم تعملوه إذا كما قلت لكم يعني كين بعض الأشخاص أو الأسار من اللي دخلوه للست ألقاوا هنا مرفض بمعنى ما استفدوش من الدعم الاجتماعي المباشر لغدة أسباب مثلا هذا الشخص عامل له هنا سبب الرفض أنتم تستفيدون من معاش أو موظف إلى آخره لكن إذا كنت يعني ما عندك حتى شي معاش أو يعني غير موظف إلى آخر بمعنى عندك الحق تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر ولقيت مرفض راه في حد الحالة شونه يخصك تعمل هتقوم يعني بشكاية أو تظلم عبر المنصة الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر وأنا غدا نحاول نشرح لكم كيفاش إذا أولا هتقوموا الدخول يعني إلى المنصة الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر هذا هو الموقع كما تلاحظون هتنتقلوا مباشرة إلى الأسفل هتدار لكم هذه معلومات وشكاية هتقوموا بالضغط في هذه معلومات وشكاية وهنا هتقوموا ملء الاستمارة يعني هتقدموا الشكاية الخاصة بكم أولا معلومة الاتصال المعرف الرقمي المدني الاجتماعي ثم البريد الإلكتروني يعني الجيميل هنا أعطينا تفاصيل حول طلبك يعني العنوان الخاص بك بمعنى هتعمل توضيح بخصوص رفض طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر أو استفسار حول رفض طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى آخره من ثم هنا هتكتب الشكاية 255 حرف كحد أقصى هتحاول تكتب الشكاية بطريقتك الخاصة هتوضح جميع الأمور بمعنى هتعمل السلام عليكم هتقدم بشكايتي لحول رفض طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر يعني رغم أنني أتوفر على الشروط مدكورة ومسجلة في السجل للوطن السكان والسجل اجتماعي الموحد إلى آخره وتحاول تتكار يعني معرف الرقمي المدني ثم الاسم إضافة إلى يعني تاريخ الزياد من ثم اللي هتكتب يعني هذه الشكاية هتقوم بالضغط بأرسل طلابي واللي كتضغط بأرسل طلابي يعني كتكون قدمت الشكايتك الخاصة كنتظر حتى يرجعه عليك إذا كما لاحظتم هذا وكل ما يخص يعني عن هذك الأسار اللي كيسولوه إذا القناة مثلا طالب مرفوض شنو عملوه هتقدمو الشكاية أو تظلم أي جديد آخر سنوافقكم به عبر قناة أخبار الوظيفة قبل الختم كنتمنى الفيديو نالعجبكم وما تستطيع الدعم والاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد والسلام اشتركوا في القناة